طبعاً بس يعني عايزين نبتدي مع حضراتكم يعني في بداية حلقتنا النهاردة بنينا نتكلم شوية عن موضوع المفروض ان هو بديهي مفروض ان هو منطقي وانا شخصياً مش فاهم احنا ليه الاقدار حتتنا في ظرف ان احنا نضطر نتكلم فيه علماً بان هو المفروض انه من البديهيات ما نتكلمش فيه اصلاً عموماً تعالوا نتكلم شوية عن فكرة وعن اهمية وعن جدوى وضع معايير وموعيد سبتة ليه كافة البطولات عشان يعني نحضر على سبيل التغيير سيزن منظم ومنتظم امبارح النادي الاهلي ارسل خطاب لاتحاد الكرة عشان يعني نعرف معاد ومكان السوبر المحلي اللي هيقام او اللي بيقام طبعاً سنوياً من مباراة واحدة فقط بين بطل الدولي وبطل الكاس دي بديهيات نرجع ونقول لان المفروض يكون اتحاد الكرة اخطر النادي بالفعل بهذه الاستفسارات من غير ما نضطر ان احنا نبعث خطابات كمان النادي الاهلي زود في استفساراته ويسأل عن تفصيل لائحة البطولة والحقوق التسويقية والجوائز المالية الخاصة بيها وهل هيكون فيه اي تعديلات جديدة ترأت على نظام البطولة المعمول به في المواسم الماضية ولا هتفضل زي ما هي احنا لسه بنقول بسم الله يعني ما فيش حد الغد الوقت يعارف اي حاجة والنادي عايز يعني يعرف كافة المعلومات عشان الجهاز الفني للنادي الاهلي يقدر يقوم بالتلتبات الادارية والفنية اللازمة ووفق مشاركات الفريق المقررة في الموسم الجديد محليا وقريا نتمنى يكون فيه اجابة